نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت حفلا خطابيا وفنيا بالمكلة بمناسبة عياد الثورة والذكرى الخمسة والخمسين لاستقلال الوطن 30 نوفمبر 1967 وفي الحفل قال محافظ حضرموت مبخوط بالماضي أن عياد الثورة مثلت نقطة تحول وأشراقة كبيرة في تاريخنا المجيد مشيرا إلى أن عياد الثورة مثلت منعطفا في مسار حركة النضال الوطني واستعادة الحرية والاستقلال وجسدت أسمى معاني الإرادة الوطنية الحقيقية وصور التلاحم الجماهيري الوثيقة نوفمبر المجد يقونة اليمن أقبلت بالأمنيات البيض للوطن هكذا غنت حضرموت في مساء جميل تلألأت فيه أنوار الاستقلال وتداعبت فيه أطياف الوطنية تهتف للوطن والثورة والحرية الرفرف فيه العلم وبقي التاريخ يذكرنا بأيام النضال التي مثلت نقطة تحول وأشراق كبيرة في تاريخنا المجيدة من هنا نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في مدينة الموكلة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة أعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر والذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر إن عظمة الشعوب هي من عظمة الأيام التي تخلد فيها إنجازاتهم الكبيرة ومن الأيام الخالدة يوم الثلاثين من نوفمبر ذلك اليوم الذي سطرت فيها القوى الوطنية اليمنية أعظم الانتصارات بعد الكفاح المرير الذي دام أربعة أعوام خاضت خلالها الجبهة القومية والقوى النضالية التحرية الأخرى أقوى وأعنف المعارك ضد الاستعمار البريطاني ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب المحتل مما أجبر بريطانيا العظمى على الرحيل من عدن وكامل مناطق الجنوب العربي وحضر موت ليعود الحق لأهله الحفل الغطابي والفني احتوى على عدة كلمات جسدت نضالات ثوار الوطن واستذكرت أعياد الثورة كما تخلل الحفل فقرات فنية وطنية أحياها الفنانون محفوظ بن بريك ومحمد الناخبي وشادي بن جابر بصحبة الفرقة الفنية التابعة لمكتب وزارة الثقافة بالمحافظة وفي نهاية الاحتفالية أطريب الجمهور بأبريط غنائي مصحوب رقاصات فنية من الموروث الشعب الحضرمي الحقيقة هذه الذكرى تعيد أمجاد تاريخ شعبنا النضالي الذي امتدل فترة طويلة ولسيما بعد اندلاع ثورة الرابع عشر من أكتوبر في عام ٦٣ واستمر الكفاح المسلح من قبل ثوار الثورة اليمنية حتى تم نيل الاستقلال الناجز في الثلاثين من نوفمبر في هذا المقام لا يسعننا إلا أن نهاماتنا إقلالا إكبارا لتلك التضحيات التي تجسمها ثوار الثورة ١٤ أكتوبر وكل ثوار الحركة الوطنية بمختلف مشاربهم السياسية هذا الاستقلال الذي كان صنيعة شعب أي شعب اليمن والجنوب على وجه الخصوص استطاع بعد كفاحا طويلة أن يحقق الاستقلال الناجز في نوفمبر ٦٧ وطبعا هذا الاستقلال يمثل حلقة وصله ما بين الماضي والحاضر كم كنا نتمنى أن يكون هناك استقرارا لهذا الوطن الجريح اليوم عقب الاستقلال ولكن نحن أملنا في الله كبير على أن تتحقق الهدوء والاستقرار وتسكت أصوات المدافع والرصاص ونعود ثانية إلى البناء والتنمية حركة النضال الوطني واستعادة الحرية والاستقلال هو ما يفاخر فيه أبناء الوطن ليسطر التاريخ كل أمجاد الماضي العريق الذي خلده ويخلده اليمنيون محمد بن فضل لقناة حضرموت الفضائية المقلى أبو كلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة